ازايكم يا بنات عاملين ايه انا جيسي محمد بعمل فيديوهات عن العناب البشرة والشعر والميك اوب والنهاردة هقولكم ايه هو سيروم الشعر وفايدته ودواعز تعماله تمام وحديكم مثال على كل انواع سيروم تمام وانا جربتها منهاش علاقة بعد خالص ورأي الشخص فيهم ويلا بنا نبتدي سيروم يعني زيت او مجموعة زيوت ومحدود فيهم مادة السيليكون بس بنسب مختلفة على حسب المنتج اللي انت بتشتريه وعلى حسب تصنيعه او البرند اهمتا هتقولولي احيه سيليكون يعني السيليكون ده غلط جدا على الشعر هقول لكم ايه فعلا انت صح فعلا السيليكون مدر للشعر بس زي ما السيليكون بيبقى يعني طبعا زي ما قلت لكم هو السيليكون بيبقى فيه نسب تمام فزي ما هو مدر هو مفيد وده برضو وده بيرجع يعني لطريقة استخدامه او للغرض استخدامه طب ازاي هقول لكم انا ازاي بصوا فايدة السيروم تمام او مادة السيليكون اللي موجودة في السيروم عامة ان مادة السيليكون دي لما بتتحط على الشعرية ذات نفسها تمام بتعمل زي طبقة عادلة بين الشعرية واي عوامل كريجية بقى فمن هنا بتيجي بيجي النفع بتاع مادة السيليكون تمام وده طبعا بيفيد اكتر للبنات اللي هي اللي مش محجبة زي ايه زي ان السيليكون بيحمي الشعر من الشمس والاتربة واي تلوس موجود في الجو دي اول حاجة تاني اول تاني حاجة بيدي لمعة حلوة جدا للشعر تمام تالت حاجة بيحمي الشعر من التشيبك اللي هو لما انت مثلا وحاستين شعرك متكعبل وانت عادي تصراحيه وفهو بيفك الدنيا يعني اي كعبلة في الشعر بيفكها تمام اه بيحمي الشعر تمام بيستخدم برضو في حماية الشعر اه من استخدام اه الادوات بتاع تصفيف الشعر اللي هي والمكوى والسشوار والحاجات دي اللي احنا بنستعملها تمام اه يعني الحاجات دي في الاكر يعني هو برضو يعني فايدة السيروم او فايدة السيليكون اللي موجود في السيروم من الاكر انه هو اه طبعا بجانب انه هو بيرطة بالشعر فهو ما هو الا فايدته انه هو بيحمي الشعر تمام بيحمي الشعر على قد ما هو بيحمي الشعر او دي وزفته وفايدته على قد برضو ما هو ده ضرره للشعر طب ايه ده ازاي احنا بمعنى لفت منك يعني انت قصديك ايه بالظبط هقول لكم هو بيحمي الشعر من اي عوامل كارجية واي تشابك اي من الشمس من اي بيدي لمع تمام ومش احنا قلنا في الاول ان هو هو بيشتغل ازاي على الشعر بيشتغل ان هو بيعمل طبقة بيكون طبقة زي كده طبقة شبيهة بالشمعة او بتتكون بتغلي في الشعرية الزت نفسها تمام وده في حد ذاته ما هو ده ضرر للشعر ازاي ضرر في الشعر انت لو جيتي استخدمتي مسلا اه شامبو وصلت شعرك تمام وبعد ما غصلت شعرك ومتجيبتي سيروم فيه سيليكون تمام وحطتيه على شعرك كله وبعد ما حطتي السيروم تمام وجيتي مسلا عايزة تستخدمي سيروم آآ عايزة اخدمي زيت تصفيف او كريم تصفيف عادي حاجة لترتيب الشعر وجيتي حطتيها شعرك ولك انك حطتي عليه حاجة حبيتي مسلا تعملي حمام حطتي السيروم اللي فيه سيليكون وحبيتي انت تعملي حمام كريم او حمام زيت ولك انك حطتي حاجة على شعرك ليه لان السيليكون مجل في الشعراية فانت حطتي بقى حمام كريم حطتي حمام زيت حطتي كريم تصفيف حطتي زيت تصفيف شعرك مش هستفاد فبالتالي هو كده ضر شعرك فعلى قد ما هو بيه ليه فايدة على قد ما هو ليه ضرر تمام فده بيرجع لوقت استخدامه او الغرض بتاع استخدامه تمام السيروم بيبقى فيه منه نوعين فيه منه سيروم طبي وفيه منه سيروم تجميلي تمام آآ السيروم الطبي تمام بيبقى بالنسبة لي انا هو اقمن وافضل حاجة للشعر ككل حاجة بقى كحمية كترتيب آآ كتغذية وبيدي برضو مظهر صحي حلو جدا ولمعة للشعر تمام لكن السيروم الطبي ما ينفعش ان احنا نستخدمه قبل آآ قبل استخدام اللي هي الادوات التصشيف اللي هو والسيشوار والحاجات دي تمام آآ ده الكلام ده اي سيروم طبي عامة تمام آآ انا معي آآ وبطبعا السيروم الطبي يعني اغلب منتج اغلب المنتجات السيروم الطبي بتبقى مكوناته وهي حاجات طبعية زي انا معي مثلا مهاردة السيروم طبي هو آآ زيت آآ تمام انا اتكلمت عنه قبل كده عملت له فيديو مخصوص ليه من كمة الروعة بتاعته تمام حاسب لكم اللينك للفيديو بتاعه انا متكلم عنه بالتفصيل بس عشان ما ضايعش وقت في الفيديو ده آآ فحاسب لكم اللينك بتاعه تحت في الديسكريبشن بوكس وهحطولكم برضو فوق في الاي حيزهر يا اما هنا يا اما هنا مش عارفة آآ تمام آآ خش وتفرجوا عليه وشوفوا رأيي وشوفوا شرحي بالتفصيل للزيت ده تمام الزيت ده آآ مكوناته كلها طبيعية تمام مفهوز سيليكون ده حاجة من تكتب بي تمام العبوة دي بتبقى مئة وعشرين ملي بتعمل خمسة وتمانين جنيه آآ ده بينفع ده بيدي بقى كل حاجة آآ بيدي ترتيب وبيدي لمعة آآ وبيدي كده احساس اللي هو كده للشعر كده شوية تمام فده حلو جدا 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 تمام تاني نوع من السيرام هو السيرام التجميلي تمام آآ سيرام التجميلي ده بقى اللي هو بيبقى فيه سيليكون وطبعا ايه زي ما قلنا بنسب مختلفة كل منتج من المنتجات التجميلية بيبقى فيها سيليكون بس كل منتج بالنسبة تختلف من المنتج الثاني زي مسلا انا معي النهاردة مثال دي انا جربته وهو سيروم زيرو فريز طبعا يعني اشهر من نارة على العالم زيرو فريز طبعا ده معروف تمام آآ بصو بنات السيرم عم بيبقى في منه نرائين بيبقى في سيرم خفيف يعني الكلام ده بالنسبة لسيرم التجميلي تمام بيبقى سيرم فيه سيرم خفيف وفيه سيرم تقيل. السيرم الخفيف ده تا بيبقى طبعا عايز الشعر اللي هو ايه؟ الشعر الخفيف اللي هي اصلا شعرها خفيف آآ ضعيف كده. انما السيروم التقيل ببعض اللي هو الشعر اللي هو الطويل اللي هو المسلا ما شاء الله يعني تقيل وقوي كده. تمام? سيروم زيرو فريز آآ انا جربته آآ بصراحة معجبنيش خالص. تمام? لان آآ ممكن ده يكون عيب مني انا. سيروم زيرو فريز مشكلته انه هو تقيل قوي فما نفعش مع شعري. يعني بصوا انا مخلصة كمية قد ايه? نص الازازة. بس كل مرة يعني اقولي ماشي لأ حينفع معي لأ مش عارف ايه. بس لأ انا اكتشاف ان هما نفعش مع شعري لان انا شعري خفيف. تمام? مش تقيل آآ ومش طويل قوي. فهما نفعش مع شعري. كمان تاني حاجة آآ ما عجبتنيش فيه ان هو آآ هو فعلا بي هو رح طحفة. تمام? فبيدي رح حلوة قوي للشعر. بيدي لمعة للشعر. بيدي فوليوم للشعر اللي هو بتحسي ان هو شعرك لو خفيف مثلا بتحسي ان هو آآ انفعش كده مرة واحدة. تمام? آآ بس كل ده مؤقت. يعني كل اللي انا بقول عليه ده اللي هو بي 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 ينفزه هو بي ينفزه بيفضل مستمر في خلال مسلا من ساعة لساعتين بعد كده بيروح. انما مسلا لو جينا للآآ للفيفي دول الفيفي دول التأثير بتاعه بيفضل في الشعر لحد لما تيجي تخصيلي شعرك المرة الجاي. يعني انت لو بتخصيلي شعرك مسلا مرة في الاسبوع يا ستي. التأثير بتاعه بيفضل معيك لحد الاسبوع اللي جاي مع تخصيلي شعرك. انما هو كبيره ساعتين. من ساعة لساعتين وبتلاقي التأثير بتاعه روح. فلو بتضطر لي مسلا عايزة تحطي تاني. وطبعا كترة حططان سيروم. في سيليكون لان الزيرو فريز السيليكون فيه عالي. آآ كترة حططان سيروم آآ عمدا بقى سواء في سيليكون او مفوز سيليكون. ما هو كل ده انت بتحملي على الشعروية وبتكتميها وبتخنقيها. فيا اما هيحصل تساقط. تمام؟ يا اما هيحصل هيكون قشرة. آآ المهم ان انت شعرك حيتقذى في الاخر. دالي ان هو بحس كده ان هو بيخلي الشعرك كده ملزق وملبك في بعضه يعني. فبصراحة مع جبنيش خالص. ده كان سعره مية خمسة واربعين. فصراحة مش هقرره تاني. لما طبعا انا عايش عليه اساسا يعني. تمام? تالت نوع بقى آآ النوع التاني من السيرم التجميلي. تمام? عامة السيرم التجميلي مش كله بينفع ان احنا نستخدمه قبل السشوار او مثلا ما ينفعش ان هو يستخدم. تمام? السيرم اللي ينفع ان احنا نستخدمه قبل ادوات التصفيفة عامة بيبقى لازم يكون مكتوب عليه زي ايه? زي مسلا من آآ من باليا تمام? آآ حسب لكم الصورة بتاعته. آآ ده بينفع ان احنا نستخدمه قبل ما نعمل او سشوار او ماكوة او كده. فانت لو انت عايز تستخدمي للآآ للقابلة ادات التصفيف اللي انت ساعتستاح اللي عندك في البيت. فلازم يكون مكتوب عليه آآ تمام? ويكون يعني ايه بيحمي الشعر من آآ من اي حرارة. آآ السيرم اللي هو بيحمي الشعر من الحرارة ده ينفع ان احنا نستخدمه عامة سواء انت هتستخدمي حرارة على شعرك او مش هتستخدميه هتحطيه مجرد تصفيفه خلاص. انما العكس لأ. لو السيرم ده مش مكتوب عليه فانت ما ينفعش ننسي تستخدميه قبل ما تستخدمي او الحاجات دي. تمام? النوع التالت من السيرم اللي معايا وهو سيرم وسط. ما بين ان هو سيرم تجميلي وما بين ان هو سيرم تبيه. ازاي ما معرفش يعني هو مفروض ان هو اصلا آآ ليس تعمال معين فاللي انا اكتشفته ان هو ينفع ان هو يستخدم كسيرم. تمام? وهو السيرم ده اسمه آآ ابيدال. تمام? ده سيرم آآ المفروض المفروض. المفروض ان هو استخدامه آآ بيستخدم للحشرات اللي بتبقى موجودة في في الراس. تمام? سواء للاطفال او للكبار. آآ هو فيه سيليكون. تمام? آآ بيشتغل ان هو بيشتغل على ان هو آآ بيتحط في فروة الراس. تمام? آآ فالحشرات دي بتلزق فيه. لما بتجي يعني بتلزق فيه. فهو ريحته ريحته بالنسبة للحشرات وحشة. فمجرد ما الحشرات تلزق فيه وتشموا فبتتخنق فتموت. فهو الرزي لما تيجي انت مسلا تصرحي بنوتك او لابنك بلمشت مسلا بتبصي بقى بتلاقي ايه الحشرات ايه نازلة وميتة. ان هو ريحته بتخنق الحشرات. آآ ده المفروض استعماله. تمام? على فكرة كويس جدا انا برشحه برضو للاي ام ابنها او بنتها عند اه عندهم يعني حشرات مطرح المدارس وكده. آآ اللي انا اكتشفتوا بان هو ممكن نيزي تستخدميه اصلا يعني انت مش شرط يكون عندك حشرات او مسلا مش مش شرط بنتك او ابنك انت ممكن اصلا تستعمليه كو قاية اساسا من الحشرات. دي حاجة تانية حاجة ممكن تستعمليه كثيرة معادي جدا. ان انت بتحطيه على اطراف الشعر بتاعك او على الشعر من برا. بيدي لمعة بيدي نعمية حلوة جدا بيدي وبيفضل آآ يعني التأثير بتاعه ده بيفضل في حوالي رنج يومين. الجير الفيفيدول. الفيفيدول طبعا زي ما قلتلكم بيبقى موجود من الجسلة للتانية. تمام? ده بصوه انا برضو ايه مخلصة كميته لأ. خلصة كميته كمية كبيرة وبصراح عجبني جدا جدا جدا. ده سعره عامل ستين جنيه. تمام? فا يعني عجبني جدا. آآ السيرم عمتان يا بنات ما بيستخدمش اي سيرم عمتان. ما بيستخدمش على فروط الروس. السيرم بيستخدم على الشعر الذات نفسه على الاطراف وعلى الشعر من برا. دي اول حاجة. تاني حاجة ما بنمسكش كده مسلا السيرة. تمام? ونعد نضلق نضلق نضلق. لا. هو هو بالكتير قوي من ثلاثة لخمس نقط. تمام? وبيتفرضوا على الشعر كله. مش بكتره. لان هو كتره غلط. كتره بيحيزيت شعرك. تمام? وده غلط جدا. هتحسي ان شعرك ابتدى يلزق كده ويعمل في نفسه فلا. هو استخدامه. بيبقى من ثلاثة لخمس نقط. تمام? ولازم يستخدم على شعر نظيف. ماشي. ويكون شعر جاف. مش ولا يكون مبلول ولا يكون منادي. آآ بس كده. كده انا خلصت الفيديو معاكم. آآ شوفوا لو عايزين ان انا عمل لكم فيديو اقول لكم بالتفصيل آآ ايه هي انواع السيرم الطبي. تمام? في فيديو. وايه هي انواع السيرم التجميلي. تمام? آآ وايه هي انواع السيرم التجميلي للهير بورديكشن. تمام? وليلو في الكومنتات وانا ان شاء الله هعمل لكم. واستنوني الفيديو جديد تاني ان شاء الله.